دايما كنت باسمع انه ختموها مسك يعني اخر حاجة بتبقى احلى حاجة والحقيقة ان احنا كلنا هنا في البرنامج شايفنا من احلى الحاجات اللي حصلت الموسم ده طول الوقت كنا بنتكلم عليها وبنتكلم معاها انتوا بتحبوها جدا وتحبوا رأيها لانها مش عندها علم بس هي عندها علم وعندها علم الحياة وعندها حياة شخص وسطي يحببك في اللي انت بتسمعي منها دي اخر فقرة في اخر حلقة في الموسم ده علشان كده بقول ختموها مسك الدكتورة الداعية نفين مختار نورونا يا فندم اهلا وسهلا بحراتك مشاهدين وكل عام وانتم بخير كل سنة وحراتك طيبة ورمضان كريم الله أكبر بكرا ان شاء الله بإذن الله اول يوم رمضان كل سنة وحراتك طيبة وحراتك طيبة ومشاهدين بخير سؤال بيقول ازاي قبل ما اقول حديك انه معظم الاسئلة النهاردة مش هتبقى اسئلتي انا هتبقى اسئلة الجمهور فاول سؤال كان ازاي استقبل شهر رمضان الكريم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على اشرف خلق الله ثم اما بعد اتذكر السنة اللي فاتت كنت قاعدة في نفس المكان هنا وبقول عايزين توبة وتوبة نصوحة ولتوبة عن ايه واحنا بنعمل حاجة هيطلع لي حد يقول لي انا مستقيم وانا ماشي على الصراط وما بعملش اي حاجة فقلت في السنة اللي فاتت هنا من نفس المكان ده الغفلة عن الله لا انا جاي اقولكو حاجة مش هتخضروا على بالكو ابدا قعدت افكر ايه الجديد اللي انا لازم اقوله وهو لازم فيه توبة فلازم يبقى فيه حاجة جديدة خالص ولكن في نفس الوقت احنا كلنا بنعملها فكرت فكرت فلقيت اللي حقوله دلوقتي كلنا بلا استثناء بما فيهم انا وحضرتك والكاست بتاعك والجمهور وكل الناس بنعملهم رحنا عند طبيب ايا كان لقينا ايه لقينا انه الدور بتاعي اتأخر اشتم في التمرجي وفي الممرض واللي موجود يعني اتأخرت ازاي وانا حاجة معك رحت امتحن في الامتحان لقيت الامتحان صعب جدا والطلبة بالذات الشباب لعنت الدكتور واللي حط الامتحان وكذا رحت وانا ماشية كسر علي حد بالعربية فروحت قلت للراجل كلام ملوش لازمة اللي انا بقوله ده اسمه ايه الزنوب الطيارة اسمه ايه الزنوب الطيارة اللي احنا بنعملها كل يوم كلنا بلا استثناء ومش وغدين بالنا منها لكن الله سبحانه وتعالى يقول ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد دول مش اسماء دول وصف للملكين اللي قاعدين يسجلوا الغمزة والهمزة واللمزة ولو حضرتك قلت كده بعينك حاجة اللي اللي قاعد عليا تتسجل وتبقى زم احنا بنعمل يوميا كلنا الزنوب الطيارة في كل شيء انا لقي حد داخل وانا وانتي عاديين نتكلم عليه ده غايبة بقى وناميمة واقوم ما يخش قلقوا حبيبي حبيبتي ومش قادر اقول الكلام اللي انا قلته ودي الزنوب الطيارة وانا قلت حاجة ده انا بس كنت باشتكي لأختي او صاحبتي من موقف عمله او عملته لكني مش قادر اقوله دي بقت زنوب طيارة وبقت غايبة وناميمة فده يحتاج منا الى توبة قبل شهر رمضان لانه دي حاجات بقى بتسجل علينا يوميا واحنا مش واضين بل تعرفي حضرتك افتح التليفزيون ابص على مسلسل مايعجبنيش البطل في حاجة اشتمه وهو بقى يعني هو شايفني انا اخدت زم والملايكة كتبت علي عشان كده بقولك الزنوب الطيارة يبقى انا محتاجة توبة عن الزنوب الطيارة وده اللي هنقوله الجديد السنة دي محتاجة ارجع الحقوق لأصحابها ما قلتش المظالم لأصحاب الحقوق اللي لي حقق عندي يغضو حتى لو كنت مقصرة مع حد مش هتقول كتير معاك محتاجة افتح صفحة جديدة مع الله تلات حاجات اللي احنا محتاجين نعملهم صفحة جديدة يعني ايه ساعات قليلة مفيش بكرة حنصوم ونقول يا رب حبدأ معك صفحة جديدة واندمت على اللي فات واغفر لي ما مضى من زنوبي واعصبني في ما هو قات يا رب اقبلني ويبقى شهر كريم وخير علينا كلنا فعشان كده بقولك ان احنا صفحة جديدة مع الله نكتب فيها اول كلمة توبة نصوحة اليك يا حبيبي طيب دلوقتي فاضلتك يمكن ان انا مفهمتش كويس خلاص لو انا دلوقتي بعد ما هنخلص البرنامج هروح البيت صلاة التراويح وهاود هقول رب هقول ربنا يا رب انا توبت اليك مظبوط كده ادي واحد اتنين اطلب من ربنا سبحانه وتعالى المغفرة في فكرة انه انا اختبت حد او نميت على حد او زميت في حد طب ونمرت نين ليه غفلتيها اللي قلت فيها نرد الحقوق لاصحابها ما دي خلطة تبقى من التلات لا نرد الحقوق لاصحابها اللي هو انا عشان ربنا يقبلني عايزة استسمح الناس اللي انا وقعت في عرضا عايزة رجع الفلوس اللي خدتها من حد عايزة رجع الامانات اللي عندي اللي لغاية النهاردة هي لسه موجودة وبتاعت ناس وقلت ايه المشكلة دي حاجة صغيرة اخدتها من حد وانا يعني دي ربنا هي حاسبني عليها اه انا منتحاسب على كل حاجة اخدناها وبعدين عايزة افتح صفحة جديدة مع الله الكلام ده هعمله ازاي او كيفيته هقوم اصلي ركعتين وبعد الركعتين هقول له يا رب عدت اليك وقبلني وغفرلي بس بجد ابقى ندمانا مش مجرد ان انا اتكلم بالثاني وما عملش بجوارحي بكل حاجة في طيب اه فيه ناس كتير بتقول انه شهر رمضان هو شهر رمضان الكريم هو شهر الغفران وانه الناس المفروضنا هتبقى فرحانة فيه ومن مظاهر الفرح هي الزينة والتعليق والفنوس وكذا وبعدين فيه ناس حرامت قالت لك لا اذا حرام واللي بيعمل كده لا يقبل منه او اللي بيعمل كده مش مش معناه خالص ان هو بيستعد لشهر رمضان وكذا فهل ده حقيقي ولا غير حقيقي لا هو الزينة لا تتناقض ان انا اعلق فنوس وافرح بقدوم الشهر الكريم اللي بيجي لي مرة في العام افرح اعمل اي حاجة بس الفرح مش معناه ده يعني انا من وجهة نظري الفرح يختلف ازاي ليه بقى لانه انا فرحانة علشان انا متأكدة ان ده الشهر الوحيد اللي بتتفتح فيه ابواب الجنة انا فرحانة عشان عندي يقين ان ابواب النار بتتقفل في الشهر ده دي حاجة وميزة انا مش ممكن اخدها الا في شهر رمضان انا فرحانة عشان مؤمنة ايمان ويقين بالحديث النبو الشريف اللي بيقول لي ان الشياطين بتسلسل وتغل وتصفت في شهر رمضان يعني يبقوا ايه ممسكين كده فرحانة جدا عشان عارفة ان الشهر ده بترفع فيه الدرجات وفرحانة اكتر عشان الشهر ده بتضاعف فيه الحسنات وفرحتي جاية ويعني مبسوطة جدا من اني بتغفر فيه الخطيقات هذا الشهر لا انا فرحانة 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 ده شهر نزول القرآن اللي القرآن فيه ربنا سبحانه وتعالى نزلهن للتعبد وده كلام ربنا كلام ربنا اللي هو ايه ان هذا القرآن يقول هكذا النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا القرآن ترفو بيد الله وترفو الاخر بايديكم فتمسكوا به فانكم لن تضلوا بعده ابدا كل ده فرحي شفتي فرحي يختلف عن فرح الزينة ازاي لان الجنة تفتحت لي والنار تقفلت والشياطين اتمسكت والحسنات اضعفت والدرجات اترفعت والخطايا تغفرت وللت القدر ممكن ان قلها وتغفر لي والقرآن معايا قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا تعرف في فضل ربنا علينا ايه القرآن ده اللي بكلمك الايمان القرآن سدنا النبي صلى الله عليه وسلم ده الفرح بتاع ايه اكتر الاعمال اللي ربنا سبحانه وتعالى في شهر رمضان مش هزا اقول يعني يعني بيقبالها او تقربنا ايوة تقربنا او حلو اوي نبي صلى الله عليه وسلم لما سؤل عن اكثر ما يدخل الجنة قال افشاء السلام واطعام الطعام والصلاة بالليل والناس نيام تدخلوا جنة ربكم بسلام فاطعام الطعام ده حاجة حلو اوي ان انا افطر صائم لن ينفس الاجر بتاعه غير ان ذلك لا ينقص من اجري شيئا يعني انا فطرته ليه نفس اجر صائم نفس اجر صائم كأن انا بالضبط صايمة خلاص فانا عايزة افطر الصائم واطعام الطعام وعايزة الصلاة بتاعت قيام الليل وعايزة الصدقات اللي الصدقات ده ما زلت بصرة ان الصدقات ده اللي هي انا بوديها تسبقني عارفة لما بكون بعمل فرح وانا الفرح بتاعي بقدم الناس اللي بقدامي علشان انا ادخل ادخل وراهم فانا بقدم الصدقة بتاعتي وطعام الطعام ده فلوس صدقات فانا بقدم الصدقة بتاعتي بس في صورة الطعام عشان ده حل وقوي و كإني انا عايزة اخد اجر الصائم مع ان انا صايمة بس عايزة اخد اجر الناس صايمين تانين وتالت ورابع وكل يوم اقدم طعام طب وإيه كمان بر الولدين صلة الارحام مساعدة المحتاج لعطف على اليتيم والمسكين والطبطب عليهم اني اساعد حد وقدم حاجة لحد اني احافظ على صلاة الترويح اني اقرأ القرآن كتير بس من فضلكم عايزة لما اقرأ القرآن انا ختمت خمس ختمات انا عملت سبع ختمات انا عملت عشر ايه ست افلا تدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها انا عايزة احس بالقرآن لان ده كلام ربنا اذا اردت ان يكلمك الله فاقرأ القرآن واذا اردت ان تكلم الله فادخل في الصلاة فانا عايزة ربنا يكلمني عايزة ربنا يكلمني وانا اقعد الوحدي واقرأ القرآن وأستشعر حلاوة كلام الخالق أستشعر قد إيه ربنا سبحانه وتعالى لما خلاني أقرأ القرآن بالتدبر ده يبقى أنا في قرب من الله ولاقي آية كده كنت دايما بقراها دايما تيجي على بالي وحس إن ربنا قريب مني والملائكة إنها بتدعي لي وأنا في معية الله سبحانه وتعالى وأنا في طريقي إلى أني يتفتح لباب العارفين من الله سبحانه وتعالى في قراءتي للقرآن وتدبوري للقرآن مش مهم يكون كتير يا جماعة مش مهم خمسة وعشرة وثلاثة المهم ختمة واحدة بتدبر لمعاني القرآن الكريم قد تكون هي سبب وفران الزنوب ليه طيب عايز أتكلم عن حكتين بتحيك قلتي عليهم على إفطار الصائم عايز أعرف جودة الأكل لإفطار الصائم لأنه في ناس بتقول إنه والله يندلهم مثلا المباقي مثلا أو بقية الأكل ندي بكرا لناس تفطر بي أدي حاجة تاني حاجة فيه سؤال تاني جاي لحضرتك مخصوص ست بيت بتسأل حضرتك هي هل لما النهاردة تطبخ في المطبخ وتطعم البيت بها كده أفطار صائم ولا لأ آه طبعا طبعا أبشري أبشري إن أنت وانت وقفة تطبخي وتخدمي أهل البيت وانت صايمة لك الأجر افطار كل صائم أبشري بس وانت وقفة نصيحة مني لكي سبحي اذكري ربنا تقدي أجرين بقى أجر إطعام الطعام وأجر التسبيح لأن أنت غير مطلمة وأنا قلت الكلام ده قبل كده الناس بتزعل والله الطبيخ والشغل البيت ده تفضل من المرأة وباحتسب أجري عند الله ومدام نويت يا رب افطار صائم وطعام طعام تأخذ الأجر والساوي إن شاء الله طب المخرج بيقول لها حديدك طب هول الشاي الأكل ما ياخدش ياخد أجري هتاخد أجري والله احتسب أجريك حتى اللقمة يضع هالرجل فيه فيه امرأتي أقوله هو صح يؤجر عليها تنوي تنوي أن أنت تأكد أولادك تأكد زوجتك ربنا إن شاء الله هاديك الأجر والسواب كامل إنوي بقى صاح حلواني يعني ما حيك بتدي الأكل إنوي يعني خلي نيتك كده يعني صفي أعمله بالنييت صفي نيتك وصاح حلواني إن شاء الله كل حاجات تبقى كويس جودة الطعام لل جودة الطعام المفروض إن أنا أدي للناس من أوسط ما تطعمون أهليكم يعني من أوسط الأكل يعني أنا مثلا النهاردة باكل مثلا حاجة فخمة أوي مش هطلع منها لكن من أوسط ما أنا باكل منه العادي المعتاد لكن إيه المنع إن أنا طلع من اللي باكل منه وديهم حتى من قبلي وإيه المنع لو باقي أكل من مبارح طالما جيد مش بقز أو أكل حمضان أو أكل في حاجة إن أنا أطلع الأكل ده مفيش مشكلة تمام لكن أنا بحتسب إنه لو بطلع أحسن حاجة لأن السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضها كانت لما تطلع الحاجة تطلع الحاجة أحسن حاجة عندها وتعطر المال عشان إيه سيقع في يد الله قبل أن يقع في يد الفقير أو المسكين فإحنا وإحنا بنطلع نقول كده عايزين أجود حاجة أحسن حاجة إحنا بنهدي ربنا وأنا عام الله هو فيه شخص لازم نعتذر له في رمضان أشخاص 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 أمي أمي اللي أهرتها ونايمتها وهي يدمحها على عينها وعلى خدها ووالدي اللي أهملت وعقيته ورزعت الباب في وشه وقلت له أنت فكرني صغير ولا إيه أنا حر أختي اللي ممدتش إيدي وساعدتها صديقتي اللي أفشيت سرها جاري اللي مخبطتش عليه بقى لي سنتين زميلي في العمل اللي حد لما عمل لي حاجة كنت لازم هاخد حق منه بس لو عفيت وأصلحت ربنا سبحانه وتعالى حيكرمني وحيديني الأجر والثواب أكتر وأكتر ليه؟ حسبة لله حسبة لله أعتذر للناس كلها وأنا باعتذر للناس كلها في ليلة رمضانة هو لزعلان مني من حاجة يسمحني واللي أخطأت في حقه يسمحني كل الناس الحب يا رضوة ما بنشترهوش بنحسه بمعاملتنا الحلوة بتسامحنا بالعفو عن الغلبان والمسكين والعفو عند المقدرة فالحب ده اللي هيخلي ربنا يحبنا ويقربنا منه فأنا محتاجة النهاردة أعتذر كل إنسان محتاج يعتذر لكل حد قريب منه أخطأ في حقه أو أهمله أو مدهوش اللي المفروض كان يدهوله من حتى الوقت إن أنا أقعد مع أهلي من الساعات البسيطة اللي أقطعها من حياتي عشان أبقى موجودة معاه هو أنا زي أعرف إنه أو أحس إنه أنا ماشي صحف رمضان يعني كعبد عامل اللي عليه أعرف زي أقولك أقولك الحاجة الناس كلها عندها الإحساس ده أكيد هو ربنا بيدي لكل حد كده علامة بتتكرر في حياته العلامة دي بتلاقيها عبارة عن أرقام معينة بتشوفيها صفحة معينة في القرآن بتفتح تلاقيها على نفس الآية أو آية كنت بتفكر فيها تلاقي ربنا جبهالك سمعتيها في راديو أو حاجة تلاقيها بتكلمك في ودنك هتلاقي في علامات كده تحسي طول ما انت ماشية في شهر رمضان بإن ربنا قريب منك وبيوريكي حاجات يقولك أنت صح أو تحسي برضى وسكينة جواكي وإنك فرحانة بلي بتعمليه أو تحسي بإقبال على الطاعة مش والتراويح دول ثمان ركعات واتنين شفع وواحد تاخد لها ساعة تعبانة والله العظيم وكل يوم وكل يوم تراويح يا جماعة مش دي سنة وحد تاني يقولك الله لا التراويح أنا أي حالة فورا ويخش الصلاة ويخشع وتلاقي دموعه عمالة تسقط والتاني وقف جنب ويصلي يقوله ما تخلص يا عم الحج انت بتصلي في إيه يعني انت بتصلي ما تيلا دول هم قل هو الله احد يقول يا ايا وكافرونه يلا خلينا نخلص مش معقول الفرق بالاتنين كبير حد عايز يبقى في معاية الله وحد يبقى برا الموضوع بس ده بيساعد في حاجة ايه هي اللي بياكل كتير قوي مش بيخشع في الصلاة في المغرب واللي بياكل قليل قوي بيخشع والروح بتسمو ويبقى في الصلاة حلوة قوي ليه لانه الاكل بيكتم على الروح والروح والوية تحب تخرج فتحب يبقى الطريق لها مفتوح فاحنا لازم نساعدها بالاكل القليل بعد الترويح كله زمان توعيز او مرة عارف موضوع طبعا اللي بيأكل كتير اللي بيأكل كتير جدا في الفطار ما بيعرفش يصلي لا مغرب ولا عشاء ولا ترويح ولا بيستشعر حلوة الايمان ولا طعم الايمان وهو الايمان اللي طعم وهو والايمان ليه حلاوة والله من ذاق عرفه دكتورة نيفين في حد كان بعت لحدتك سؤال بيقول السؤال بيقول هل انه انا في شهر رمضان صايم بصلي قاري قرآن ده معناه انه زنوبي تختفر في هذا الشهر طيب الزنوب بتغطفر بمن قام رمضان ايمانا واحتسابا ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب يعني احنا دخلينه عايزين نقول يا رب انا نويت نويت صيام شهر رمضان ايمانا واحتسابا اللهم اني احتسب كل عمل اعمله في شهر رمضان ليك يا رب حزبة لله حزبة لله يعني ايه يعني انا عايزة اعمالي مش رياء مش سمعة مش حب محمدة الناس مش حد يقول دي صايمة دي بتتصدق مش ابقى مطلع على الفلوس وجاية دي الحد ومش حد يشايفني لا من اهلي ولا من اخواتي ولا من اصحابي ولا من الجران خد يا عم لكن لما لاقي حد جاي اطلع بقى وجني ودي دا ودي دا ودي دا لا نعايز اعملها لله في الخفى في السر صدقة السر دي جميلة جدا عشان اعرف ان انا قريبة من ربنا كل عمل مطبخ حزبة لله بين اولادي بفطر صايم بنظف بيتي حزبة لله وبعدين بدل معه دا اقول كل عمل كل يوم الصبح نتعلم دي بقى اللهم اجعل جميع اعمالي وطاعاتي وعباداتي وعاداتي ومعاملاتي كل حاجة هي طاعة لك وفي سبيلك يا رب العالمين كل يوم كل يوم اما اقوم كده نزل رجلي من السرير اقول الحمد لله الذي احيانا بعدما امتنا وإليه النشور الحمد لله الذي عافاني في جسدي ورد علي روحي واذن لي بذكري اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اجعل جميع اعمالي وطاعاتي وعباداتي وعاداتي ومعاملاتي طاعة لك وفي سبيلك يا رب العالمين كل حاجة اعملها في اليوم ده هي حزبة لله زي ازاي اه ازاي اهدي اه ابوي او امي او اي حد مات عزيز علي اه هدية في رمضان تطوعي بكل حاجة تقدري تطوعي بيها للي راحه العمل التطوعي من اجمل الهدايا اللي احنا بنديها لأهلنا يعني ايه العمل التطوعي وهو العمل التطوعي ده سوابه كبير ولا سوابه قليل سوابه كبير جدا عارفة ليه كان في حد زمان مرة قال لي بقى انا حتساوى مع اللي عمالة طلع في فلوس ومطلع في فلوس قد كده وعمالة وزحها زي حد جه راح اقيل لحد كده تيجي ساعدك اشيل ده من هنا حطه هنا قلت له قال لي ازاي ازاي يعني تقوليلي الكلام ده قلت له لانه النبي صلى الله عليه وسلم قال الدال على الخير كفاعل بس ان انا تقوليلي اروح فين من اين اقولك روح من هنا زي اللي عمل الحاجة نفسها انما كون انك تطلع خمسين مية ميتين الف ليك بقى ايه الحسنة بعشرة سبعين لسبعمائة ده درجات بترتقي لكن انت خدت سواب الحسنة ودي خدت سواب الحسنة مجرد انها قالت روحوا للحج فلان بيوزع فلوس خدت سواب صح كده تعرفوا يعني ايه الذي يتطوع بالخير سوابه كبير وبعدين هرد عليك اقولك نعمل ايه لالاموات لان واحدة كان بتقم المسجد تكنسه فعلم النبي صلى الله عليه وسلم انها توفت فراح يقول لهم ازاي ما اخترتونيش ولا بلغتوني قالوله ليه لهم عشان اصلي عليها وراح جنب القبر وصلى قال لهم كانت تتطوع بخدمة المسجد كانت تقم المسجد بس لنمش ايه حاجة غير كده وعشان كده بقولك تطوعي لان ثواب التطوع لحد كبير جدا 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 في رمضان وبرا رمضان بس في رمضان اشد ليه لو قيل لأهل القبور تمنوا لتمنوا يوما واحدا من شهر رمضان لما فيه من الخير الكثير والثواب الكبير ده اهل القبور فرمضان عشان شهر الخيرات الحسنة فيه بتضاعف ما انا قلت في البداية الحسنات مضاعفة لما تتطوعي بنافلة زي مثلا الصلاة لو جيت تصلي نافلة تعدل ايه سبعين حاجة تعدل فريضة والفريضة فيه تعدل سبعين برا رمضان الفريضة تعدل سبعين والنافلة تعدل فريضة فإذا فإذا السباب مضاعف والحسنات مضاعفة فأنا أدور على أني أشتغل واشتغل كتير في التطوع بالخير عشان أوصل لهم أعمل لهم إيه بقى أعمل لهم صدقات وإطعام الطعام بس بنيتهم وإفتر صائم بس بنيتهم ولما أعمل حتى الشنطة بتاعة رمضان بنيتهم ولما أجي أقرأ القرآن الختمة دي بنيت فلان وفلان وفلان يينفع أجمع يينفع في نفس الختمة في نفس الختمة يعني فأقول أمي أبوي وأنا أمي وأخوي وأبني وأبني وأختي يينفع بنفس الختمة والثواب بس ما أقولش هب يا رب بثواب ما قرأت اللهم هب لهم مثل ثواب ما قرأت وده يفرق فيه أصلا ممكن أقرأ وسرحانة فما وصلش فعايزة أقرأ بتدبر عايزة أقرأ بإيه بتدبر مش بغفلة عشان أوصل لهم الثواب وعاقب القراءة مباشرة أدعي لهم بإيه يا ربي اغفر لهم وسامحهم مرحمهم وهكذا لكن في حاجة حلوة قوي في إنك كمان تتطوعي بالخير ربنا سبحانه تعالى بيقول وسارعوا أهو المسارعة إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين بيعملوا إيه دول الذين ينفقون في السراء والضراء تبدأ مش تطوع ده إنفق مال حضرتك بقى أقول لنا إيه الموضوع بتطلع فلوسه مش تطوع اخذي اللي بعدها الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيز على إني أأذيه ربنا يحبني ويغفرلي ويدخلني في زمرة عباده الصالحين ويكرمني فلما أعمل ده لأمي لأبويا لجوزي لأبني لأختي لكل حد قريب مني وعمل له عمل تطوع كون إني حتى لو عفيت عن حد أقول وحط يا رب اللي عفيت عنه في ميزان حسنات أمي ميزان حسنات زوجي ميزان حسنات ابني عشان أنا عفيت يا رب حزبة ليك عشان أنا عفيت يا رب عشان تعفوا عني عفيت وكذنت غايزي عشان ترضى عني حترضى عني حيرضى وحيعفوا وحيرحم وهتخش الشهر من المقبولين الفائزين وتدخلي وتغدي جنة النعيم طيب السؤال قبل الأخير بقى إيه هو سيوم الجوارح اسمه كده ما هو سيوم الجوارح إحنا معظم الناس بتصوم صيام العوام اللي هو نمتنع عن الأكل والشرب والشهوة ولكن بقى نجيب في سيرة الناس ونتكلم على بعض ونأذي بعض وحد يكسر علي في الشارع بالعربية ونصايمة ألعنوا واشتموا وهزقوا وارجع البيت وأنا حالتي حال والراجل يدخل البيت وقلهم أنا صايم ومشرفش سجاير واللي حيكلمني حموته وحنفجر في وشه ده مش سيوم إحنا عايزين صيام الجوارح أمنع لساني عن الغيبة والنميمة والكذب لأن خصلتان تفسدان الصيام الغيبة والكذب صيامي خلاص فسد غتابت حد وجدبت بقى عمال أجذب وحد يسألني على حاجة عمال حاجة تانية وبعدين بضرب حد وبأز حد جوارح قدي جوارحي بسمع شتمد أختي بنفسي وما بردش على شتمت بشوف الحرام بعيني وبسكت بمشي في أزية الناس مش عايزين نعمل كده عايزين ربنا يحبنا عايزين يبقى قلبنا لين سهل لما ربنا تكلم سيدنا موسى وأخاها وهارون على فرعون لهم اذهبها إلى فرعون فقول له قولا لينا قولي لين وده كافر وبيقول أنا ربكم الأعلى فقال له برضو كافر وقل له قول قوله بالراحة قوله بالراحة ليه علشان ربنا عايزنا نبقى القلب الليل ده قلب جميل قوي يا ردو قلب حلو قوي لما نبقى مع ربنا لما بقى مع الله وقلبي جميل ربنا هيفتح لي بيني وبينه باب الوصول ويرديني ويرديكي ويردي الناس اللي بتفرجوا علينا ويبقى كلنا كده قريبين من ربنا كلنا في مهاية الله وكلنا نبقى نخرج من شهر رمضان مقبولين ومغفور لينا ونبقى يا رب من العتقاء إن شاء الله من النار وننال شرف لهلة القدر اللي خيره من ألف شهر نعم يا أمين طيب ممكن ندعي اللهم أمين يا رب العالمين يا ربنا يا واسع الفضل والمغفرة يا رحمن الدنيا والآخرة ورحمهما اللهم صلي وسلم وبارك على أول من علمنا تلاوة القرآن وصلي وسلم وبارك على أول من علمنا تسبيح الرحمن اللهم صلي على الساق للمسلمين من الحوض شفيع يوم العرض اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك يا رب أنا وكل من يحضر معنا وكل من يشاهدنا نستغفرك جميعا ونتوب إليك يا رب فاقبل توبتنا واغفر زلتنا وتجاوز يا رب عن سيئاتنا يا رب اللهم إني أشهدك أني أحبك فبحق حبي لك أسألك أن تنزل علينا من حبك ورضاك يا رب عصيناك فسترتنا وأتيناك يا رب بالتوبة فاغفر لنا اللهم اجعلنا من المقبولين الفائزين واجعلنا يا رب من ورثة جنة النعيم وأختم يا رب بالباقيات الصالحات أعمالنا اللهم إنا نسألك جميعا يا رب أن تنظر إلينا الآن نظرة رضا يا رب نظرة رضا وحدة يا رب تقبلن بيها فإنك سبحانك من تنظر إليه نظرة رضا لا تعذبه بعدها أبدا اللهم نسألك حسن الخاتمة يا رب أحسن خاتمتنا أخرجنا من الدنيا على خير اللهم أخرجنا من الدنيا على لا إله إلا الله محمدا رسول الله ونحن يا رب موقنين بها اللهم لا تمتنا إلا وأنت راضٍ عنا يا كريم يا رب حسن الخاتمة سبتنا يا رب بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة عند سؤال الملكين في القبر يا رب يا رب الأمان الأمان يا رب عند غلق القبور علينا الأمان الأمان إذا وقفنا بين يديك تسألنا عن القليل والكثير يا رب اقبلنا يا رب اقبلنا واغفر لنا يا رب وسامحنا سامحنا يا مولانا إن كنا قد عصيناك طويلة يا رب لم نعصيك يا رب جرأة عليك ولم نعصيك جرأة على يوم القيامة ولكن غلبتنا أنفسنا وتمكن منا الشيطان فاغفر لنا يا رب وسامحنا يا رب أنت يا رب عفو إنك عفو عفو تحب العفو فاعفو عنا يا رب اعفو عنا ارحم موتانا يا رب فقد شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك وأصبحوا فقراء إلى رحمتك واشف يا رب مرضانا واغفر لنا واقبلنا وسامحنا يا الله سامحنا يا الله واطعتق رقابنا من النار وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصل الله وسلم وبارك على خير خلقك أجمعين